معارك محتدمة شمال غربي سوريا بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات نظام الأسد والميليشيات الداعمة له في ظل قصف روسي يطول مدن وبلدات ريف حما الشمالي وريف إدلب الجنوبي ويحصد يوميا أرواح مدنيين مصادر في المعارضة أكدت أن قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدتي التمانع وترعي في ريف إدلب الشرقي في سياق محاولات انتزاع السيطرة على مدينة خانشيخون لإطباق الحصار على ريف حما الشمالي المعارضة المسلحة وبحسب المصادر بدأت تتلافى لحظة انهيار صفوفها بإعادة التمركز وتكثيف الهجمات المضادة التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله وفي عموم الجبهات على مدى الأيام الماضية لم تتمكن فصائل المعارضة من الحفاظ على كامل النقاط التي تسيطر عليها على خط الجبهات مع نظام الأسد أسباب هذا التراجع يعود بحسب مراقبين عسكريين إلى الإصرار والدعم الروسي اللامتناهي لقوات النظام والميليشيات عدة وعتادا وعناصره إضافة إلى الصمت الدولي عما يقوم به الروس والنظام من تدمير واستخدام لكافة الأسلحة المحرمة تقدم قوات النظام أقلق شارع السوري المعارض الذي يتخوف من تكرار سيناريو حلب الشرقية وغوطة دمشق الشرقية عندما استطاعت قوات الأسد إخضاع المنطقتين بعد اتباع سياسة تقطيع الأوصال مع القصف الروسي المكثف لكن الموقف يبدو مختلفا في محافظة إدلب ومحيطها بسبب وجود حدود مع تركيا إضافة إلى وجود منطقتين غصن الزيتون ودرع الفرات الخاضعتين للنفوذ التركي المباشر وحدها التفاهمات الدولية كفيلة برسم الخريطة المستقبلية ترجمة نانسي قنقر